السلام عليكم حبيبيتي اهلا بكم في كوزين تحانان ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا رب علغ البنات اقول لكم مرحبا بكم في كوزين تحانان جيتكم اليوم بهذا الفيديو ان شاء الله تعجبكم بعض من اللقطات في مطبخ كوزين تحانان في كوزين تحانان طبعا يعني روتيني كما نقولوا اليومي في مطبخي كما راكم تشوفوا حبيبيتي نوت الصباح راكم عارفين خملت شوية ليشان بحقدر درت مننا شوية دخلت المطبخ تاعي دخلت على جوية 12 هكداك اه لا بخيميدي 12 نحشانس بديت بالخبز هو اللويل كانت الكوزينة يعني نقية شوية خدمت بالخبز هو اللويل اللي ندرتو خبز المنفوخ اللي عجبكم حطيتوكم فالقناة راني نديرو يوميا ما نستغنى وش عليه ومرات ندير المطلوع تاني تعالى طاجين وتاني ندير الخبز بالسميد تاني المطلوع بالسميد تعالى المطلوع تعالى سميد وندير ثانية تعالى الكوشة بالسميد سميد ولا سميد وفارينا هنا يضفتلو اضافات البنات اللي حطيته لكم هذا كوه في القناة درتلو الحب الكحلا سانوج ودرتلو زريحة البسبس يا الله عطاته واحد الضوء وفيتامين يعني ومهمة جدا للجسم زريحة البسبس مليحة الكولون والمصرار مليحة الجسم التاعنا رائعة نحية الغازية درتها في الخبز وراهي الداخل في العجين يعني ما تنحرق مولطي بالداخل في الخبز درت الحريرة كما شفتوني اليوم درت الحريرة مغايرة حنا عدنا الحريرة يعني عدة انواع درت الحريرة من يوم تاع الفارينة وحدها برك وقليت الخضراء ورحيتها ميكسيتها ورميت لها الفارينة هاي لك خدمت الفارينة مخمرة وراني رايح نديها الحريرة شوفو جات بنينة هبل دو نحطها لكم في القانات الليبنت تعال الفارينة وحدها وقطحت اللوبيا ماشطو كما كشتوني رايح نديرها يعني مع الجلبانة مخلطة يعني كوكتيل جلبانة وبطاطا ولوبيا ماشطو باللحم دوك تشوفوني كيفاش نبريبارها يعني غير لقاطات من بعد نحطها لكم بحوليها في القانات هنا الخبز التاعي من بعد ما خمر هبطتو قطعتو كما راكم تشوفو وراني ندلك فيه في السنيوة تعنا معافوين نبلاطي فيه نقرس فيه في السنيوة هنا من بعد ما قرستو رمدت وحدها في الفارينة ووحدها في السميد كبيرة خبز الكوشة ودرت وحدها من فوق خبز من فوق هاذايا مرمدت في السميدة هنا الحريرة تعي راهي طابت شوفوا ما شاء الله تشوفوا جات تهبل يا لبنة شوفوا ما شاء الله يلونها وشوفوا كيفاش جات مع السلال الله الله معقدة ومجمرة شاهدكم في الجنة هذي بالفارينة هذا هو الطابق تاع اللوبيا ماشطو راني درت موخصو تاع الحم مجيقو ودرت اللوبيا كيما راكم تشوفو مع الجلبانة كيما يقول لك ما نيش عارفها يقول لك خالو طاولة ولكن يقول لك سالم جار الرب البرهانة هو النتيجة تعال يعني عندما تجربوا تشوفوا النتيجة كيفاش دايرها هنا بديت بالخبز المنفوخ هبطوا في الكوشة لازم سنيوة تكون سخونة لبنات شعلتها قبل بربح ساعة سخونة مليح وسنيوة ما تنحوهاش خلوها سخونة لداخل حطوا الخبز بتاعكم في السنيوة لداخل في الفور سخونة هنا رايح ندخل خبز الكوشة هاوليك شوفو كيفاش خمر شوفو النباب المشاء الله شوفو كما خبز الكوشة هاوليك شوفو كيفاش تنفح نكون نوريهولكم جاهز شوفو مشاء الله شوفو النباب المشاء الله شوفو النباب المشاء كدرتها شوي صغيرة ما كبرتيهاش وليدي حبوهي متو عليه ما شفتوش لبنات كي نعملوا دي صاندويش صغار نعملوا خبز المنفوخ كما خبز السوري ونحشيه لهم في الفطر ما شاء الله نحط لكم خبز البطباط التاعي اللي على طريقتي في القناة هنا راني ندير لبنات الفاوكي هنا يعني شرينها قارصة شوية ما قدروش يأكلوها كما راكم تشوفوا الفاكية يجي قارصة قليل ونتسبوها حلوة لو قدرتها كوكتيل شوفوا وعطتني أحلى وأروع وألذ يعني كوكتيل عملت له ثلاث مغارف حليب وسكر ونصف مغرفة فانيلي قلت لكم بالميزة رهيبة وتهبل بنتها كامل تعبق فضعة لازم تشوروها بالميزة اللي بناتها تعطيكم ذوق رهيب للأطباق للحلو روعة روعة بنتها تعبق من البعيد هي في البطا مغلوقة ورحيتها تهبل هنا وذيك الخبز المنفخ شوفوا كيف يشترا في الأول كي تجبدوه قصح القشرة الفقانية هو يحبط واحد دو مينت سوفوها طرية فرماج هذا الخبز المنفخ هذا الخبز الكوشة سوف نزيد نزيد نوري لكم الخبز الثالثة هنا المائدة حضر ثلاثة راح ندروا ثلاثة راني نوجد في الميني تاخت خبز الكوشة خبز الكوشة خبز الكوشة خبز الكوشة خبز الكوشة سوف نزيد سوف نزيد سوف نزيد سوف نزيد كما البلاح هنا كوكتيل جربوه نضيفه هناك كوزينة قلت لكم اوه اوه شكرا لاحق اللي لايحبوه حانان هالا شوفوا كيف رجعتها هنا لا تستطيع ان صور لكم كل شيخ خدر من التشغل هنا تشعل شعيل والله لا تستطيع ان ابناء يطلع تستطيع ان ابناء هنا كنت نخسل لا تستطيع ان صور البنات هذا وما كامل لقد قمت بيدي و لا فيسال ممارا 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 حتى الراس هذا اللي قمت بيدي يعني عاونت لا فيسال بس كما نقدرش نسمناها نحب الكوزينة بيبث نقارها تشعل قدرتيها يلي قدرتي تعال شربا هنا نحيت المعين تعال فيسال هادو تعال فطور هادك كما طيبت شي تعال فيسال عفوا نقول لكم هنا راني ان نخوي فيها راح نستف المعين هذا هو روتيني لقطات من مطبخي حبيباتي كيفاش خدمت كيفاش نظفت كيفاش تتفت كيفاش وجت لاتاي كيفاش عملت الطبق كما ديت الكوكتيل كما ديت الخبز ان شاء الله نزيد نطور هاد الروتين ان شاء الله يعود للبيت كامل ويعني المطبخ من اللي ندخل حتى نخرج البيوت تعال اولادي ان شاء الله شوية وقت برك ان شاء الله نقول لكم تهال الله وفر وحتكم قبل ما نختم لبنات هاد بخوضوية مليح ما تدروش للأواني تعال الالمنيوم يفسدهم قلت لكم الشباب للأينوكس والبلاستيك هذا تعال يدي اللي وريته لكم بالمواد حسنا حسنا شكرا